أول حاجة هنقول المقدير بتاعتنا معانا لحمة مفرومة معانا بصلة مفرومة نعم خالص عشان هنستهلك ميتها ومعانا بصلة مفرومة عادي ومعانا توم معانا بقدونس والبهارات بتاعتنا القرفة والجنزبيل والملح والفلفل الاسود والكمون والبابركة ومعانا معا كوباية ذئي ومعانا صلصة الطماطم والمكرونة اللي هنسلقها الله ينور عليك الله يخليك إيجا مالده إنت عامل إيه بجانب أقوليك إيه الحمد لله النهاردة دي تصريحة الكفتة داود باشا الله ينور عليك الله يخليك عارف بقى مين داود باشا كنت لسه هقولك مين داود باشا طيب الأكلة دي يا جماعة أكلة تركية مش مصرية كان داود باشا حكم أصلها تركي أصلها تركي طب حلو دا داود باشا جي حكم مصر أيام الفترة بتاعت العثمانية جي حكمها من سنة 1517 حكم مصر 11 سنة جي من تركيا كان بيأكل الأكلة دي كل يوم جابها معاه علمها للشفاة اللي في مصر كل يوم بيأكلها فطار وغدى وعشا كل شوية حلو فجي قبل كده طاهي طب يصعب دا أنا بقى ابداعي ماشي تكلم عادي مراحتك جيت طاهي وهو بيعمل الأكلة اللحمة بتاعتنا احنا أهم حاجة اللحمة نكون فارمينها ناعم جدا ماشي حلو ناعمي يلا أكمل للناس فضل جيت طاهي وهو بيعملها له في مرة غلط في المكونات بتاعتها عقبه لده رجل اللي هو عقبه فهو كان بيعشاقة جدا فمن هنا تسمت أكلة داود باشا وكانوا قبل كده بيحطوا فيها خاتم فضة ولما بيحصل مائدي الطعام يعني عزم ناس مهمة بيحطوا فيها خاتم فضة اللي بيطلع له اللي بيطلع له الخاتم دا في الكورة بتاعت الكفتة يبا هو الرجل دا عنده حظ ومصيب من الدنيا كلها بجد؟ لماذا مش ذهب؟ ما هو ما كانوا بيحطوا فضة بيحطوا فضة اه كمان انا عملت حاجة البصلة المفرومة اللي احنا خدناها خدناها صفناها من المياه وصيبناها المياه بتاعتها على جنبها نستخدمها واحنا بنعمل الكفتة حيشي وهنحط نص كمية البقدونس تمام البقدونس مهم ايوه وهنسيب هنسيب بقية البقدونس عشان نقدم به ولازم ندعاكم بقى كلهم كويس او في بعض البصل والبقدونس مع بعض سلام عليك ايوه نوعا انا بحب الكفتة اولا بجا انا صغير امي تعمل الكفتة بدخل كده وهي لسه بتحمرها اعود اكل بس دي مش كفتة عادية يعني منعارف اي انت بتحب الكفتة دي ولا الكفتة مرز ما هي الكفتة داود بقاشة كفتة عادية كفتة سيخ اي حاجة ما بقى عشق الكفتة عمتا اوه انت بتحب الكفتة يعني بس الكفتة دي لها طريقة خاصة غير اي كفتة يعني طبعا بيتحط عليها الجنزبيل والقرفة مش مش ملعادي ان احنا نحط على الكفتة جنزبيل والقرفة ماشي بس برضو مهم ادعاكناها كويس اوي مع بعض هنحط البابريكا حلوة دي هنحط الكمون كل حاجة مع علاقة صغيرة مهم والفلفل الاسود جميل والقرفة طبعا والجنزبيل ليه قرفة بقى حبيبة وجنزبيل هي اصل كفتة داود باشا بتحط عليها قرفة وجنزبيل احسنتي انت قلت كل المعلومات بس هي دي طريقتها ايه هو ده اللي بيخليها تختلف عن اي كفتة عادية طعم القرفة والجنزبيل الله ينور عليك ماشي ونحط الملح انت ممكن تولع بقى الماكرونة السلق يلا بينا يلا بينا رضعكم كويس كل البهرات بتاعتنا تبقى في الكفتة كده يلا بينا قول لي بقى يا زيب اتمنى اتمنى مش واخد بصمة صباعي اه بكرة تتعود ماشي حلو ايه احنا دلوقتي جماعة هنعمل ماكرونة سباكتة انت كده كده طبيعي لما تتجوز بكرة ان شاء الله بكرة اي انا هتجوز خلاص هتتعود بقى على البوتوكازة اشتغل ازاي انا عارف ان انت هتعمل الاكل كل يوم تمام اتفضل احطي طبعا المياه دي يا جماعة ماكرونة سباكتة انا مش بحبها اصلا حبيبة بتحبها لا انا بحبي الماكرونة اللي سباكتة جدا اكتر ماكرونة